إسرائيل نقلت استراتيجيتها من ضرب البنى التحتية لحزب الله إلى استهداف قياداته وبغارة جوية على سيارة في منطقة مرجعيون بجنوب لبنان استهدفت القيادي وسام الطويل الملقب بجواد ومرجعيون هي على بعد حوالي 11 كم من الحدود مع إسرائيل هذه صورة وسام الطويل كان قياديا بفرقة الردوان التابعة لحزب الله وكان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة عمليات حزب الله في الجنوب وهو مسؤول عن ملف التصنيع العسكري والطويل من النخبة المقربين بشدة لحسن نصر الله وأيضا الحرس الثوري الإيراني وكان على اتصال مباشر بالقائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وظهر معه في العديد من زيارات الأخير لجنوب لبنان وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد شارك وسام الطويل باختطاف جنديين إسرائيليين عام 2006 وهذه المرة الأولى منذ السابع من أكتوبر التي يذكر حزب الله في بيان صفة قائد عن نعي أحد عناصره ويعد طويل القياد العسكري الأعلى رتبة في حزب الله الذي يقتل بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد عند الحدود مع إسرائيل مقتل الطويل جاء بعد أيام قليلة على اختيال مسؤول الحزب في منطقة النقورة الجنوبية حسين يزبك وثلاثة آخرين من عناصره ترجمة نانسي قنقر